مرحبا معكم محمد من قناة التكنولوجيا اسفور تي اين اليوم راح نحكي عن قواعد بيانات اسي كيو ايل طبعا لما بدأ نحكي عن قواعد بيانات اسي كيو ايل اول شي لازم يكون انت منصب عندك ال ماي اسي كيو ايل سيربر انا حاليا عندي منصة بضمن برنامج الاباتشي مع برنامج الاب سيرف يعني برنامج الاب سيرف هو عبارة عن سيرفر الاباتشي مع سيرفر الامس كيو ايل مع كل شي بخاص الويب سيرفر فانا راح حط لكم رابط الشرح تحت بمربع الوصف وهلا راح اجرع كمل شغل لنشوف شلون انا بعمل ادارة لقواعد بيانات اسي كيو ايل خليكم معنا اول شي مبلش فيه بنفتح المتصفح اي متصفح عنا ما في مشكلة وبفوت عالسيرفر الشخصي لوكالهوست بعد ندخلنا عالسيرفر الشخصي لوكالهوست او الطريقة التانية اللي هي مية سبعة وعشرين نقطة صفر نقطة صفر نقطة واحد طبعا هاد الشي مشروح بالدرس التنصيب الاب سيرفر دخلت لهون في عندي هلا هون المعلومات الاصدارات اللي نازلة عندي ال mysql server database اصداره 8.0.17 تمام لادارة ال mysql database قواعد بيانات اسql نستخدم php myadmin database manager تمام هو هاد هي اللوحة التحكم للدخول على قواعد بيانات اسql وهاد الشي كمان هاكررنا بدرس تركيب ال wordpress كمان تلاقوا عنا بالقناة الدخول على php myadmin من هاد الرابط هلا بضغط عليه هون طبعا هاي الواجهة فيك تختار اللغة اللي بدك ايها تظهر لك تمام انا هل تركيب عربي فيك انت تختار انجليش تختار دويتش تختار اللغة اللي انت بترتاح المفردات اللي فيها انا هخليه على العربي هلا بابدائيا اصناع تنصيب السيرفر انا كنت حاطت المستخدم الرئيسي password من واحد لتسعة اذا تذكروا والمستخدم الرئيسي دائما اسمه rot هاد الحكي بكل شروحات اللي نوكس رح تلاقوه وشروحات السيرفرات تقريبا المستخدم الرئيسي rot هلا حطيها من واحد لتسعة الباسورد لنفوت نشوف شو فيه جوا هاي هي تواجهة بيتش بي ماي ادمين شو فيه نعمل فيه اول شي عندي هدول بالنسبة لنا هون تسجيل الخروج هون الهوم اللي راجع على الصفحة الرئيسية اللي هي 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 تمام هون تعليمات هون في عنا مستندات وسائقية يعني شرح عن اصص الـ mySQL هون الـ setting العدادات وهون اعادة الاو التحديس خليانا هون زر التحديس تمام انا بيهمني منو اكثر شي طبعا هون معلومات الخادم انو شو هو واسدار الخادم الخادم شو هو والاسص كلها الاسص موجودة هون معلومات بس باول صفحة تمام الشغلة المهمة انه انا اذا بدي اغير كلمة السر من هون بغيرها وانا نوع التشفير للاتصال بخادم SQL هذا نوع التشفير كتير مهم ليش انا لما يكون عندي سكريبت او برمجية تتعامل بلغة معينة مثلا مثل اللغة العربية ويكون حاطة نوع نوع الادات الاتصال بالخادم حاطة نوع التشفير مثلا English لما السكريبت يدخل بياناته على قاعدة البيانات SQL تجي انت بتستعرضه او بتفتح الصفحة تبعك بتلاقي المخرجات عن قاعدة البيانات عبارة عن رموز غير مفهومة بتصير بتدور انه وين المشكلة المشكلة بالسكريبت اللي انا برمجته او السكريبت اللي انا جايبه مثلا جاهز وعم ركبه ولا المشكلة بقواعد البيانات ولا المشكلة وين المشكلة انا بقلك ياهومن هلا مشكلتك هي هون اعدادات الاتصال بالخادم انا بفضل دائما تكون UTF-8 Unicode ليش UTF-8 UTF-8 معناته يستخدم يتوافق مع كل اللغات شو اللغة تبعها للسكريبت يشتغل عليها تمام وغالبية البرمجيات اليوم مثل الورد بريس او جملة او الى اخره 90% من هاته السكريبتات الجاهزة ساعة عم تتبرمج بتشفير UTF-8 لانه هي عم تكون multi language يعني انت تلاقي السكريبت فيك تقلبه على كل اللغات تقريبا العالمية مثلا او اللغات الرئيسية خلو نقول انجليش فرنسي وعربي على الاقل مثلا او بدون العربي مثلا انجليزي فرانسي روسي تركي مثلا تمام فلا هيك اننا صاروا بيختاروا ال UTF-8 انشان ما يصير عندهم مشاكل بالتكويد والترميز بين قاعدة البيانات والسكريبت تمام هذا بيحدد الاتصال السيرفر الSQL مع سكريبت اللي انت عم تبعها هلا هون اداة المظهر واضحة جدا انه انا شو اللغة بدي هون ها القوائم هاي شو هي اللغة اللي بديهاها في أه بديها عربي مثلا هون عبارة عن اورجينال او هاد المظهر في عندي سمين خلينا نقول مثل سمات تبعا الموبايل او سمات الكمبيوتر اللي هي النسق بالدوز الاتماعنا وعشرة صار اسمها بس شكل يعني رح هيغير لي شكل بس من المظهر لمزهر هيغير الشكل شوي هي مثلا الاورجينال استنى عليه شوي شايفين شو ما صار المنظر صارت الايقونات شوي مختلفة فهو عبارة عن مظهر لا اكتر ولا اقل يعني هو بالنسبة اليك اداء عملي على الشغل مع رحيب فارفل معك شي هلأ عندي حجم الخط حجم الخط حاليا 82% طبعا حجم الخط هو مجموعة الخطوط الموجودة هون قدامي اذا انا لقيت حاليا ممرتاح حبيت اني كبره شوي بعمله مثلا 100% شوف التغيير اللي حيصير لاحصوا قداش كبرهة الخطوط هاد الحكي كله هاتوا بس لحتى انا يعني مظهر ما حيأسر شي على القواعد البيانات لا بيدخالها ولا بيخراجها فانا بالنسبة للي برتاح اكتر لما يكون بالـ 80% خلينا نقول ان شي قريب علي كان تمام هاي حجم الخط لعندي المزيد من الاعدادات مجرد ما ضغطته رح يفتح لي اعدادات الـ PHP MyAdmin كله تمام يعني فعليه هو فتح لي هاي النافذة هلا انا رح ارجع سابق لانه رح ارجع امرو عليها هاي هاي سابق هاي عم نحكي كنا هلا هون خلصنا الصفحة الرئيسية بالـ PHP MyAdmin هكينا كل شي فيه تمام هلا قاعدة البيانات نضغط عليها هون انا في عندي قواعد بيانات افتراضية اللي هنه هدول الاربع قواعد افتراض بيانات هدول بنزله مع السيرفر الشخصي اللي هو سيرفر MySQL اللي نازل مع الأبسير تمام طبعا انا ودي اشتغل انا ما في ايدي هدف اني اقعد غير بهذه القواعد البيانات انا بدي انشئ قاعد بيانات جديدة مثلا انا بدي يساوي عليها Wordpress بيساوي عليها Secret انا برمجه بدي يدمجه مع اللي هو من هون في عندي انشئ قاعدة بيانات وهذا البند كتير مهم انشئ قاعدة بيانات مثلا انا انشئ قاعدة بيانات خليها نسميها اختصار Wordpress مثلا WP عند السكور S40 مثلا في انت تستخدم الاسم اللي انت بتحبه احرف كبيرة احرف صغيرة يعني ما في مشكلة انت تختار اللي بدك يا بس لك تنتبه على شغلة اسم قاعدة البيانات ما بيناعطا فيه فراغ تمام فراغ بيض تحط فيه فانت حطه مثلا مثل هيك او تحطه مثلا احرف ارقام على هاللي بدك يا هون اختيار بالنسبة لقاعدة بيانات اللي هلا انا عم ساوية مسلا انه شو نوع التشفير اللي بدك يتعامل معه لاحظ هلا انت هاي قاعدة بيانات نوع التشفير يوت اف تماني جنيرال هون يوت اف تماني كزا هون كزا هون كزا هون كزا هون كزا هلأ بيغض نظر بعدنا نفل كتير بانواع التشفير بس يوت اف تماني هو رئيسي بالنسبة لي انا هلا هذا محطوط افتراضي يوت اف تماني ام بي فور وصفر تسعمية كزا ما عندي مشكلة راح اعمل تكوين تم انشاء قاعدة البيانات هلا لما انشاء قاعدة البيانات لحاله فتح لي اياها لاحظ انه هون محدده اذا انا ضغط هون راح يفتح قاعدة البيانات اللي هي هاي اللي انا انشأتها WB underscore S40 لاحظ حاليا شو كتب لي لم ياسر على جداول في قاعدة البيانات ليش لاني انا هلا انشأت قاعدة البيانات هلا القاعدة البيانات فاضية ما فيه لا جداول ولا اعمدة ولا اي شيء تمام العمليات الموجودة على قاعدة البيانات بالبناء انا حاليا ما بتهمني لانه انا هاد موضوع متعلق بالبرمجية البرمجية هي اللي راح تبني قاعدة الجداول حسب ما بيتناسب معها كل برمجية مثلا الورد بريس بيبني ال SQL database بيبنيها حسب ما بيتناسب معه فانا لما بدي ركب سيكريبت جاهز تمام فانا فعليا ما بتدخل بالبناء لانه سيكريبت هو اللي حي انشأ هذول الاصاص تمام اذا انا بدي برمج حكي تاني بس اذا انا بدي برمج فيه كتير اصاص لازي نكون قاطع فيها مراحل انا هلا بشرح للمبتدئين عن موضوع ال SQL Server تمام على هاي قسم البناء اللي هو هون انشاء جداول وهيك اصاص عندي قسم ال SQL يعني انا من هون اذا في عندي تعليمات SQL كمان هذا موضوع برمجي انا بحطر له مثلا انه يانشئ جدول تعليمات SQL استعلمات SQL او تعليمات SQL هي مثل تعليمات دوس او اي تيرميلة الموجود فيه تعليمات خاصة لل SQL مجرد ما انا هطر له التعليمات هون وربعات بعطيه انطلق بيقوم بيطبقون بانشئ لي ضمن قاعدة البيانات الجداول حسب التعليمات اللي انا اعطيها بحيث تعليمات واستعلمات غالبا هاي الطريقة بيستخدمها فيه بعض السكريبتات كانت تجينا يحطونا ملف SQL موجود اجي اعمل الاستيراد ما يتم استيراد وستيرا عندي مشاكل الاستيراد بالطرسة هتفوت على SQL ملف SQL انسخ الكوماند اللي بقلبه وعمله هون لسق واندي انطلق مشان يبني ليقاعات البيانات حسب السكريبت اللي انا بقيدي بحث طبعا ما بدأت لا تريح كعافية يعني البحث اولا ما يكون عندي قائدات بيانات مليانة اذا انا عم ببحث على كلمة او على قيمة معينة في عندي محددات للبحث محطوطين هون في انا اختار فيما على كيفي وعمل بحث استعلام بواسطة مثال في انا هون بكون محدد بكون محدد الجدول وهون بكون محدد الخلية تمام طبعا 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 انا منطلالي فاضي لانه انا اسأل قائده فاضي اللي انا عندي تمام بحددهن وعلى اساس بعطي الكماند اللي انا بديه استعلام انا اعطي استعلام اللي بديه تصدير هذا جزء مهم حاليا ما في جداول به قائدات البيانات لو انه في جداول رح احسن نصدرون انا لانه ناخد منه ما في قائدات البيانات غير اللي ما نعمشتغل عليها انه سن monsters معك داخ Lauren اول الجزء من الابشنز اللي هو بس انك تختار الصيغة تبعه تبع التصدير هون فيك عندك الصيغة التصدير هي لها دول انك اللي يعطن بدي اف اكس امال اللي هو ولا بدك تخصيص اه بشيء محدد يعني بشيء اوبشنز كتير كتار شو يعني تصدير بهاي الطريقة التانية اللي هي كل الابشنات الموجودة هي انه كل اسماع الجداول الموجودة بقاعة البيانات موجودة هون انا فيه حط عليهم صح يلي انا بدي صدرهم يلي ما بدي صدرهم ما بحط لهم صح وبحط له الخيار صح اذا بدي يعيه يبني للجدول ولا بدي يعيه بس يحط البيانات جواته يعني انا مثلا الجدول مبني خالص و بدي عبي البيانات جواته ولا الجدول مم ببني و بدي يعيه يبني لما يستورده تمام فهي خيارات التصدير برجع لقاعة البيانات الفاضية في عندي استيراد استيراد هون بختار ملف يكون بهي اللاحقة اللي هي Zip أو GZip أو SQL تمام من هون بتصفحه يكون أنا مصدره طبعا من قاعدة بيانات كمان في عندي سكريبتات بيجي منحة ملف الSQL بس أنت لتستورده مشان تبني قاعدة البيانات الخاصة بهذا السكريبت تمام تستورد الملف اللي بدك إياه بتحدد ملف اللي بدك إياه وبتحدد ترميز الأحرف الموجودة داخل الملف هاي منرجع بنحكي ترميز الأحرف كتير مهم يعني إذا أنا مختاره غير الـ UTF 8 واختاره مثلا Windows 1250 اللي هو الـ Windows العربي تمام والأحرف فراضنا روسي رح يطلع يرموز غير مفهومة بالاستيراد والتصدير ودخال البيانات وإخراجها من القواعد البيانات دائما لازم يتطابق نمط ترميز الأحرف مع التعليمات البرمجية اللي أنا هم اشتغل عليها إذا ما الطبق رح يعطيني نتيجة الإخراج بتباقعات البيانات مخرجات قاعدة البيانات رح تكون كلها ترموز غير مفهومة هون في عنا إذا بدي يعي يتجاوز التعليمات اللي موجودة بأول الكوماندات هلا أنا مثلا ما أنا استورد قاعدة البيانات رح يكون عبارة عن كوماند سورة بعضه تماما SQL command إذا بدي يعي يتجاوز لمو سنتين أو تلاتة أو عشرة بحطه هون الرقم اللي بدي يعي يتجاوز ومكم من كوماند بدي يعي يتجاوز لح تيبلش يستورد بعضا منها تماما تمكين عمليات التحقق من مفتاح خارجي إذا أنا حاطلو باسورد للملف هذا الحكي الصيغة شو الصيغة بدي يتخرج استورد منها هي هدول الصيغة الموجودين عندي XML جدول يعني هدول الصيغة بس نحن دائما غالبا منشتغل على صيغة SQL نفسه هون إذا في عندي إصدارات متعددة من SQL لأي إصدار بدي أعمل أنا توافق مع أي إصدار SQL هدول الإصدارات شي قديم شي جديد شي تقليدي أنا إذا أعطيه صفر none يعني أنه ما في توافق ما يحدد نوع التوافق بين الإصدارات والتصدير طبعا هذا يحدد نوع التوافق بس إذا كانت عم يشتغل مثلا من الإصدار قديم الإصدار جديد مثلا نحط له نوع التوافق كذا مشان هو لا يعرف شهم ده يستوردون يغير طريقتهم إصدار SQL لإصدار SQL أحيانا بيختلف بعض الأمور عمليات عمليات هي العمليات اللي أنا في أعملها هي إنشاء جدول تمام أو إنشاء جدول ده مقاعدة البيانات طبعا فيه عند تكم عمود وكذا مثل ما حكينا بالبناء بقسم البناء نفسها موجودة هاي فيه عندي تغيير اسم قاعدة البيانات مثلا لحاليا هي اسمها WP underscore R40N طيب أنا ليش بدي أستخدمها هاي الخيار خلينا نصفونا شوي أنا هاي الخيار غالبا بيستخدمه لما يكون فيه عندي حاسس أو تم أو حاسس إنه صار فيه اختراق على قاعدة البيانات التبعي المخترق لما يصل لقاعدة البيانات التبعي فهو وصل لإسمها اسمه مستخدم وكلمة السر فأنا أول شي مشان ما أعد أعدل كتير كتير بيانات عندي طبعا إذا بحال إنه أنا كاشف وين هو اللاعب بقاعدة البيانات عندي مثلا فرضنا عمل إعادة توجيه للصفحات على موقع خاص فيه أو على شو ما اللاعب هو بس أنا لقاعدة البيانات اللي أنا فيها بدي أطالوا واتصالوا عنها تمام فأنا من هون في أعمل إعادة تسميقات البيانات التبعي لغير اسم تمام وهون الصراحيات إنه بديها تضل نفسها ولا تتغير صراحيات المستخدمين عليها تمام هون بعد منها بيجيني موضوع حزف قاعدة البيانات إذا أنا قاعدة البيانات ما عد إلي فيها شغل من هون بحزفها وفيه أعطي نسخ قاعدة البيانات لمسلا قاعدة البيانات تانية أو نسخها ل بدي أنا أنسخ البنية والبيانات أو البنية فقط أو بيانات فقط بنيا و بيانات البنيا هية جداول كما اسم جداول Users Password كاذل بنية و بيانات هي الجدول مع محتوياته الجدول تعاملها خرج بس البيانات يعني انا بدي استوردهم بالطرف التاني بعد ما اخرجهم من هون او اعملهم copy هني هني انشئين خالصين البنية تبعها موجودة بس انا عم بس اخذ البيانات يعني ما عم برجع انشئ جداول من الجديد هذا الفرق هلا بعد منها عندي موضوع الامتيازات الامتيازات يعني مين المستخدمين اللي ارهم صراحية لا يفوتوا على هي قاتل بيانات وشو صراحياتهم كالمستخدم تمام يعني انا اللي في عندي جوزرين حاليا الـ MySQL Info Schema اللي هو ما له امتيازات بس اه في الو انه يشوف بس شو في عندي هون بقاتل بيانات عندي المستخدم Route هو المستخدم الاساسي اللي معه كل الصراحيات اللي انا انا فتٍ طريل طيب أنا بدي أنشئ يوزر جديد غير الروت بدي هاي لقاءات بياناتي يستخدمها غير الروت لأنه ما بدي أعطي كل الصراحيات للمستخدام الجديد مثلا لأنا بدي أعطي مثلا إنشاء دون الحزف أو بدي أعطي صراحية دون التانية خليه نقول فبكل بساطة أو حتى بدي أعطي صراحيات كما عملية بس أنا مثلا يوزر الروت هو لكل SQL Server مع بعضه فأنا ما بدي خلي بس يعني أعطي مثلا واحد عنده قاءات بيانات عندي على السيرفر مو معقول أنا أعطيه كلمة سر اللي بتعطيه صراحيات لكل قواعد بيانات اللي أنا عندي على السيرفر لحالة نحكيه مرفوض تماما فأنا هون بعمل له إضافة أكاونت هون بقى بعطيه اسم المستخدم شو بدي يكون مثلا خليه نقول مثلا S4TN بيختاره بالضبط مثل ما أنا بدي أعطيه للزرامة تماما اسم المستخدم S4TN الhostname يعني هو محلي أنا كوني او إذا تركتم على وضعه الافتراضي هون هو الhostname هو localhost تماما كلمة سر مثلا أنا بدي سعميله إيها S4TN 1 2 3 4 5 6 مثلا طبعا أعطيه ضعيف جدا لأنه أنا مستخدم نفس اسم القاعدة نفس اسم الوزر حاطه بالباسورد تماما كمان هون رجعه اكتبه S4TN من 1 ل 5 6 هون الhostication يعني هو نوع التشفير تبع الباسورد ما في مشكلة خليه افتراضي هلا في عندي شو الصلاحيات اللي بيعطيه لهي المستخدم وهذا اللي قد أنا عم بحكي لكم عليه فراد ما أنا بيعطيه كل الصلاحيات على هي قاعات البيانات بس هاد ما هو كل الصلاحيات على قاعات البيانات اللي أنا محددها هون تمام اللي هي هلا حاليا عم اشتغل عليها قاعات البيانات اللي هي S4TN عفوا اللي هي WB S4TN فهلا بعد ما حددت له شو الصلاحيات حطت له اسم المستخدم حطت له كلمة السر تمام فيه اللي انطلق لا تحفظ لاحظ اعطاني دائما عندك الاسيكيو ايل لما انت تعطيه شغله بيعطيك الكود الاسيكيو ايل تبعه يعني هون عندك كريات يوزر S4TN نوع التشفير كذا الباسورد كذا المين على ايقات بيانات كل هالأصص موجودة عندك ياها النص فانت فيك تعمل copy للنص نسخ تمام واتحطه بملف اسيكيو ايل تعمل له استيرات فهو رح يعطيك نفس النتيجة انه نضاف اليوزر الفلاني على القاعدة بيانات فلانية تمام هلأ صار عندي أنا قاعدة البيانات هاي امتيازات صار في عندي مستخدم اسمه S4TN باسورده مثل ما حكينا معها الصراحيات علاقات البيانات هلأ كلشي هلأ انا منحكيه فيه شغلات مهمة كلها تذكرناها اللي هي انشاء قاعدة بيانات بناء الجداول وين بلاقيه بس نحنا حكينا انه ما رح هلأ ننزله فانا بعد ما خلصت كل العمليات تبعي رح ارجع على عمليات وحعطيه حزب قاعدة البيانات هاي هي حزب قاعدة البيانات اللي هي A WBS4TN نعم موافق تم الحزب اليوم بتمنى ان تكونوا استفدتوا وعرفتوا كيف واحد بنسخ قاعدة البيانات كيف بيصدرها كيف بيجرع بيستوردها انشاء الناسخ الاحتياطي وان شاء الله بنلتقى بشرح تاني باقرب وقت ممكن بسلسلة تعليم الويب وبشوفكم على خير